معنا من عمان الخبير الاقتصادي مازن أرشيد صباح الخير مازن أهلا وسهلا فيك على سكاينيوز عربية نتمنى لك عام سعيد أستاذ مازن كما نعرف علم المال مهم جدا ليس فقط للكبار ولكن الصغار هل فعلا فينا نعلم الصغار من عمر صغير أنه يبلش وينتبه للأمور المالية يا دوبنا نعلم حالنا يا أستاذ مازن لا صحيح هو على فكرة صحيح لأن أوضاء اقتصادية صعبة تمر فيها المنطقة العربية وحتى المنطقة العالمية بشكل عام صار من مهم الآن التوقيت مناسل للبدء في تعليم جيل جديد يعني جيلنا بجوز مرينا بفترة يعني صعبة لم يكن هناك مدارس خلينا نقول أنه تساعد الطفل في تعليمهم بعض المبادئ والمفاهيم الاقتصادية ولكن تبدأ من الأسرة كما ذكرت في المقدمة قبل قليل أنه على الوالدين أيضا تنمية هذه المفاهيم الاقتصادية والبدء من أنفسهم أيضا يعني أنه مش نقوم بتعليمهم مفاهيم اقتصادية الإدخار والترشيد وتحديد الأولوية في عملية انفاقه للماء ولكن أيضا أن يقوموا بتطبيق هذه المفاهيم حتى يعني يتأكد الطفل بأنه فعلا هذه المفاهيم تساعده في المستقبل عندما يقوم بتكوين أسرة عندما يقوم بتحديد مشروع وغير ذلك من أمور أنا ما بشوف أن هذه من الأمور الصعبة أغلبية الأهالي بفكروا أنه عملية ترسيخ هذه المفاهيم الاقتصادية لدى الطفل قد تمر بمشاكل ولكن أنا من تجربتي خلال الست سنوات السابقة كان لدي بعض المشاركة مع بعض المدارس في الأردن وكنت متخوف أنا شخصيا بأنه عدم قدرتي في توصيل هذه المفاهيم الاقتصادية المبسطة لدى الأطفال الصف الرابع لكن تفاجأت بماذا تفاعلهم وماذا حبهم لمعرفة هذه المفاهيم ولكن سيد مازين اليوم الطفل بشكل عام ما عنده قدرة على معرفة قيمة المال وصعوبة الحصول عليه يعني خليلا نبدأ من هذه النقطة نحن اليوم كيف منوصل لهذا الطفل أهمية المال وصعوبة الحصول عليه كيف بنا نعمله نوع من مقاربة لهذا الموضوع يعني باختصار قيمة الادخار مثلا كيف يستطيع الطفل معرفة قيمة الادخار إذا لم يتم تحديد هدف يعني لازم نحدد له هدف في البداية مثلا شراء لعبة بلاي ستيشن وغير ذلك من أمور وبعد ذلك سوف يتعلم الصبر على هذا الهدف من خلال طبعا البدء في عملية الادخار ولو عشرة بالمئة من دخله الشهري أو اليومي طبعا مع مساعدة الأهل في مكافأة الطفل من مهم أيضا مكافأة الطفل عندما نرى أنه بالفعل يقوم بعملية ادخار لهذه الأموال سواء كانت عشرة بالمئة عشرين بالمئة أو غير ذلك من أمور طبعا بعدما تحقيق الهدف والصبر على هذا الهدف وعندما يستطيع شراء لعبة أو أي شيء آخر من خلال عملية الادخار هذه سوف يتعلم قيمة مفهوم الادخار قيمة المال بشكل عام لأنه مر بعملية صعبة الصبر مقاومة بعض المغريات شراء هنا أو هناك وبالتالي عندما حقق الهدف بنهاية المطاف شرى ما يريده سواء كانت ألعاب أو غير ذلك تمكن من معرفة قيمة الادخار بشكل عام طبعا هذا ينطبق على مفاهيم اقتصادية أخرى مثل ترشيد النفقات وتحديد الأولوية عليه أن يعلم حتى يستطيع أن يصل إلى مرحلة أو بر الأمان في بداية عملية الادخار مثلا أنه هناك بعض مفاهيم أخرى مرتبطة بهذه العملية مثل ما ذكرت تحقيق أفهم شيء أولوية عندما يروح على السوبر ماركت أو غير ذلك هل أقوم بشراء الحليب أم مشروبات غازية هل أستطيع تأجيل بعض هذه الأشياء من أجل تحقيق بعض الأموال والتمكن من ادخاره بنهاية المطاف طبعا رح يفهم أنه هناك أيضا مفاهيم مرتبطة بعملية الادخار مثل تحقيق الأولوية ترشيد النفقات والأهم من ذلك أنه يعرف أنه عملية الادخار أو ترشيد نفقاته لا يعني بأنه يفرق بين ترشيد نفقات والبخل هناك الكثير من الناس حتى البالغين يعتقدون بأنه هناك صحيح يعني هناك خط رفيعة جدا بين الموضعين الترشيد والبخل في كتير أهل يخافوا أنه الأولاد يطلعوا ربما بخل نتيجة هذه الإجراءات ولكن يعني ربما أتحدث من ناحية شخصية أنه مع طفل من الصعب أنه تقدر تتميلك مشاعرك يعني إذا إجاء الطفل طلب منك طلب أنه بده تشتري له هدية وأنت قادر على تحمل تكلفتها من الصعب أنه ترفض وخصوصي إذا قارن نفسه بصديق معين أنه عنده هذه اللعبة صديقي لماذا أنا لا عنديها أبن عمي أو أبن خالي كيف يتصرف الأهل بهذه الحالة برأيك غالبا نانسي بأنه حتى دايما نسمع حتى أنا شخصيا أنه زملائي بأصف لديهم هذا الهاتف النقال أو هذه اللعبة أو غير ذلك وبالتالي يعني من المفترض أنه أنا أقوم بشراء نفس الشيء بالنسبة له لكن هذا يعني لازم نميز بين شغلتين أنه كنت أنا بتكلم عن إشي اسمه ترشيد نفقات وبين ما يسمى بالبخل ترشيد النفقات يجب أنه نركز على هذه النقطة بالنسبة للطفل عندما نقوم بنقل بعض هذه المفاهيم إليه أنه ترشيد النفقات يعني أنه إذا كان هناك مجال في تقليص بعض النفقات بالنسبة له حتى إتاحتها يعني إتاحت بعض الأموال الإضافية من أجل ادخارها البخل الذي لا ينفق بتاتا وليس يقوم بتقليص نفقاته البخيل الذي لا يدفع شيء الذي لديه موارد مالية جيدة ولكن لا يقوم بإنفاق أي شيء حتى لو كانت من الأمور الضرورية وليست على الكماليات أما ترشيد النفقات الطفل مهم جدا أنه يعلم بأنه تساعده في عملية الإدخار بنهاية المطاف تقليص نفقات هنا من أجل إتاحتها لإدخارها في مكان آخر وتحقيق هدفه بنهاية المطاف إذا ما كان فيه هدف له في بدء عملية الإدخار أو غير ذلك من أمور يعني رح يكون فيه عملية فوضوية بنهاية المطاف تحقيق الهدف الأول الأساسي هو يعني اللبن الأولى في عملية الإدخار وبعد ذلك الصبر مثل ما ذكرنا وتحقيق بناتها المطاف كلها تساعد الطفل على إدراك معاني اقتصادية مهمة في حياته تساعده في المستقبل نحن لا نتكلم عن فقط مرحلة الحالية للشراء لعبة أو غير ذلك ولكن تساعده عندما يقوم بتكوين أسرة تحمل المسؤولية البحث عن عمل جيد إلى أي مدى يعني أنت اليوم عم تحقيق علاقة ما بين الوالد أو الأم والولد بشكل مباشر أنه بتأنبه ولا بتحاول تعلمه بالوقت نفسه في بعض الأهالي يلجأون إلى وضع أولادهم بأغلى مدرسة ويشترون له أغلى تياب ومحيطه بيكون من الناس الميسورين يعني بيقع بمشكلة ما بين المعلومات اللي عم تصلوا من أهله عن عملية الإدخار وقيمة المال وعم بيشوف في بزغ من حوله إلى أي مدى من الضروري تهيئة بيئة حقيقية تمهد إلى هذا الموضوع قبل أن نبلش الربيب البيت بطريقة مباشرة وتكون كاملة ومتكاملة يعني بحيث يكون المدرسة كمان إلى دور بعملية ترشيد الإنفاق يعني بالفعل سواء كان من طرف الأهالي أو المدرسة أنا بشوف المناهج الحقيقة في معظم بلادنا العربية دائما التركيز على الحشو حشو المعلومات سواء كانت علمية أو ثقافية هذا شيء جيد لكن أيضا يجب التركيز في مدارسنا البدء في تغيير هذه المناهج إذا ما كان في مناهجنا خصوصا في المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى في المرحلة الثانوية مهم للطفل والشاب اللي رح يلتخل بجامعة بعد انتهاء فترة المدرسية والتعليمية أنه يفهم هذه أمور عمالية ليست فقط نظرية صحيح أنه مثل ما ذكرنا هناك أمور من مهم من الطفل يعلمها فيما تعلق بالأمور العلمية والجغرافية وغير ذلك ولكن من المهم هناك تجارب دولية جيدة مثل السويد في ألمانيا حتى الثقافة لما نتكلم في الثقافة في ألمانيا كلمة الاستدانة أو كلمة الدين في اللغة الألمانية تعني عيب يعني تعني خلل بأننا نستدين ونمي مواردنا المالية من خلال الاستدانة رغم أن نستطيع أن نقوم بترشيد نفقاتنا وتقليصها تخيلوا بأن كلمة دين في اللغة الألمانية هي تعني خلل أو عيب بأنه تجاوز البالغ موارده المالية من أجل شراء أمور أخرى كان يستطيع يقوم بعملية تنظيمية لموارده المالية يبدو أن الموضوع مهم جدا أن يربي أولادنا على الادخار وعلى كيفية الأنفراق ولكن بالوقت نفسه يبدو في عوامل متعددة المدرسة والعائلة والموضوع شوي معقد من عمان الخبير الاقتصادي مازين أرشيد كنت معنا شكرا جزيلا لك